وبالعودة إلى ملف الهبوط الاضطراري لطائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ينضم إليه مباشرة عبر سكايب من طهران المحلل السياسي محمد علي الحكيم سيد محمد مرحبا بك وربما أستفد من وجودك أو قربك من موقع الحدث والأنباء المتواترة هل عثرة حتى اللحظة على الطائرة التي ذكرت أنباء أن فرق الإنقاذ حتى قبل قليل لم تتمكن من العثور على طائرة الرئيس الإيراني بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام ولكادر قناتكم الموقرة عزيزي بصريح العبارة لحد الآن لم يتم العثور على مروحية الرئيس الإيراني التي كانت تقله من في محافظة ما بين قوسين آذربيجان الشرقية أي بمعنى تبريز لحد الآن لم يتم العثور وهناك تضارب في الأنباء ما بين بعض الوسائل الإعلام الإيرانية فيما بينهم داخليا وكذلك هناك بعض المواقع وبعض وسائل الإعلام الأجنبية أو الإيرانية المعارضة للنظام الإيراني في أمريكا وفي لندن وفي أوروبا وبالتحديد إيران أنترنشنال أكدت منذ اللحظات الأولى بأنه لا يمكن الوصول إلى مروحية الرئيس وهناك أنباء تشير إلى وفاة جميع الطاقم والرئيس لكن لحد هذه اللحظة لا يمكن الاعتماد على بعض الأنباء والوكالات الخارجية ماذا عن الرسمية يا أستاذ محمد؟ المصادر الرسمية في إيران أستاذ تؤكد بأنه لحد هذه اللحظة لم يتم الوصول إلى مكان مروحية الرئيس والطاقم الذي رافقه خلال رحلته لكن هناك 22 طاقم لإنقاذ المروحية وطاقم الرئيس ذهبوا إلى مكان الحادث لكن لحد هذه اللحظة لم يتمكنوا من العثور على مروحية الرئيس والطاقم الآخر والأخبار تؤكد بأن هناك أربع شخصيات مهمة كانت من ضمن الطاقم أبرزها الرئيس الإيراني السيد إبراهيم الرئيسي وكذلك وزير الخارجية الإيراني السيد عبداللهيان وإمام جمعة تبريز محافظة تبريز السيد هاشميان ومحافظ أزربايجان أو محافظ تبريز لذلك أربعة شخصيات كانت ضمن الطاقم ضمن الوفد الذي يرافق السيد إبراهيم الرئيسي لكن الأمر الأهم كلما تمددت أو استمرت هذه القضية أنا أعتقد الأخبار لا تبشر بخير لأنه استمرت لعد هذه اللحظة أكثر من ساعة بحدود 45 دقيقة من الحادث لكن الإعلام الإيراني هناك تضارب بالأخبار بأن البعض وصل إلى مروحية الرئيس والبعض الآخر لم يصل لكن ومن الإعلام من بكر يا أستاذ محمد أن هناك تواصل كان مع مرافقين للرئيس الإيراني ومن ثم انقطع هذا الاتصال دقة هذه المعلومات الواردة عن تسنيم حصرا وكالة تسنيم نشرت خبرا بأنه تم التواصل مع أحد مرافقي إمام جمعة تبريز السيد هاشميان ومن ثم أزالت الخبر ومن ثم أزالت الخبر لكن لعد هذه اللحظة لا توجد أي حسب ما أكد وزير الداخلية الإيراني السيد وحيدي خلال لقائه عبر التلفزيون الإيراني بأنه لعد هذه اللحظة لا توجد أي ارتباط وأي تواصل مع طاقم الطائرة ومع الفريق المرافق للسيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإيرانية هذا الخبر قبله بحدود ستة أو سبعة دقائق لكن ماذا جرى خلال هذه اللحظات؟ لا نعرف ماذا حدث لكن الأمر الأهم أنا أعتقد كما يؤكد الإعلام الإيراني بأنه لم يصلوا لحد هذه اللحظة بسبب الغيوم وبسبب سوء الأحوال الجوية وبسبب الموقع الجرافي لتلك المنطقة لحد هذه اللحظة حسب الأخبار تؤكد بأنه 22 فريق لإنقاذ المروحية وصلوا إلى المنطقة لكن هل وصلوا إلى المروحية لحد هذه اللحظة؟ حسب الإعلام الإيراني بالمجمل لم يصلوا إلى مروحية الرئيس